عاملين يا شباب النهاردة وبشكل سريع جدا هنعرف ازاي نعمل سطب لاي ايفون جديد سواء انت معاك ايفون قديم وعايز تنقل الداتا اللي عليه للايفون الجديد بتاعك وحتى معاك ايفون واول مرة تشتريه هنعرف بشكل سريع جدا وبسيط ازاي تعمل الخطوات ديت وباللغتين لان عارف الناس كتير قوي بتدهيق من القصة ديت باللغة الانجليزية وباللغة العربية وخلانا نبتدي على طول في الفيديو خلينا بقى مع بعض نمشي خطوة خطوة في عملية سطب الايفون الجديد باللغتين زي ما اتفقنا اللغة العربية واللغة الانجليزية بعد ما بنسوايب بيجلنا اللغة بتاعة الموبايل زي ما اتفقنا هنبتدي باللغة الانجليزية وبعد كده بنختار الدولة حسب الدولة بتاعتك في نقطة هنا مهمة جدا في الشاشة ديت بكل بساطة الشاشة ديت انت هتفضل فتحها ومش تدوس على اي اختيار في حالة ان انت معاك ايفون قديم وعايز تنقل كل الحاجات اللي موجودة على القديم للجديد وانا اوضح دوت دلوقتي يعني دوت الايفون الجديد وجنبه ايفون قديم فعشان ننقل الحاجة ديت هيظهر لي زي كود كده بسيط هعمل له سكان بالكاميرا بتاعة الايفون وكل حاجة هتتنقل حرفيا حتى الخلفية اللي انت حطتها على موبايلك القديم زي ما احنا شايفين الدايرة اللي قدامنا ديت بعمل لها سكان يعني ديت فتحة كده الكاميرا بتاعتي وفيه كود ظهر على الموبايل الجديد الكود زي ما احنا شايفين واضح دوت فبعمل سكان من الموبايل القديم للكود اللي موجود على الموبايل الجديد وبعد كده بسيبه حسب الحاجات اللي كانت موجودة على موبايل القديم وحسب والصور والقصة ديت الموضوع المفروض ما ياخدش اكتر من عشر دقايق لربع ساعة طيب نروح بقى للاوبشن رقم اتنين في حالة انه الجهاز دوت هو اول جهاز لك اول ايفون انت تتخدمه وهو ما عندكش اي حاجة قديمة تنقل منها ما عندكش ايفون قديم فبيديني الاختيارات اللي انت شايفها قدامك ديت خلينا ناخدك كده واحد واحد ونشرحها بشكل بسيط اول حاجة يعني انت عندك على اي كلاود والاكاونت دوت فيه عليه يعني فيه صور وفيه اسماء وفيه حاجات كتير قوي على دوت فانت انت هتكتبه هينقل لك كل الحاجات ديت على موبايلك او ان انت تعمل من الجهاز بتاعك سواء ماك او بي سي عادي شغال بويندوز تبقى انت عندك الايتونز وعمل نسخة قبل ما تشترك جهازك الجديد وفيه ان انت يكون معاك ايفون وتنقل ببيانات منه زي ما احنا عملنا فيه الخطوة اللي فاتت وفيه الحاجة اللي بعد كده الموضوع دوت بصراحة انا ما جربتوش لانه ما كانش معايا موبايل اندرويد واخر حاجة عندنا وديت اللي احنا هنختارها لان احنا اقوم مرة نستخدم ايفون وحتى ما عندناش وهنبتدي نعمل الكلام دوت معها فيزهر لي هنا بكل بساطة بتاع بتاعي احنا لسه قيلين حالا ان احنا ما معناش اي كلاود فهنقول له انا نسيت الباسورد او ما معاييش اصلا بعد ما نختارها بنختار ان احنا بعد كده هنعمل قصة الاي كلاود ديت في وهنوضحها مع بعض في نقطة هنا مهمة في والفيستايم طبعا بتأكد انه في سيم كارد في موبايلك انا حاليا ما عنديش سيم كارد المفروض انه تقريبا بياخد جزء من الرسيد بتاعك وبيفعل ونفس الكونسبت مع سيري ممكن نعملها بعد كده في او نعمل لها دلوقتي وبعد كده بنسوايب من تحت وكده الايفون بتاعي جاهز ان انا استخدمه ولكن في خطوة مهمة جدا نقصة ان انا لو حبيت اعمل لاي على موبايلي مش ايوافق لان انا ما عنديش اي كلاود طيب نروح بقى للمرحلة التانية بتاعة اللغة العربية لانو ناس كتير قوي بتتدايق من القصة ديت فحبيت كمان اعمل نفس بالعربي في الحالة ديت بختار اللغة العربية وبختار الدولة اللي انا عايش فيها ودية الشاشة فاكرينها اللي انا نقلت من خلالها كل الداتا بتاعتي والبيانات من موبايل القديم لموبايل الجديد في الحالة ديت احنا قريدي عملنا كده فهنكمل بيزهر لي بقى نفس اللي حصل في المرة اللي فاتت وهنا كمان بيقول لي اعمل او رمز لدخول الموبايل في نقطة مهمة جدا في كلمة خيارات رمز لدخول او هنا عشان اخليه اربع ارقام انا بصراحة متعود على اربع ارقام من زمان فالستة ده وتمزعج بالنسبة لي ديت نفس القايمة اللي احنا شفناها باللغة الانجليزية في اول الفيديو هنختار لا تنقل التطبيقات والبيانات وبعد كده نفس الكنسبت اللي انا معي اي كلاود بدخله في الحالة ديت انا ما معيش اي كلاود فهنبتني اعمله مع بعض هنختار الاعداد لاحقا في الاعدادات بس وجهة ان انا هسوايب من تحت من اسفل الشاشة لاني ده هو تنظام او الاماقات اللي قبل بدأته من اول الفين وسبعتاشر مع بداية الايفون اكس زي ما احنا شايفين لو فتحنا هلاقي انو ما فيش اكاونت اقدر اعمل بي اي اي اب فهتطر افتع عشان اعمل اي كلاود عشان اقدر استخدم الموبايل بكل حرية هنا بقوله انا قريدي ما عنديش ابل اي دي وبعد كده هقول له انا عايز اقول لك ان الموضوع بسيط جدا كاني بعمل صغير نبقى على الفيسبوك انا بكتب اسم الاول بكتب اسم التاني وفي تالت حاجة ديت بكتب تاريخ ميلادي عايزك تركز معي هنا جدا في نسبة تحتار بين طريقين ان هي تعمل الابل اي دي بتاعها عن طريق الجيميل ان انت بيكون عندك ايميل و بتكتب نفس الاميل بتاعك هنا و على فكرة الباسورد بتاع الجيميل بتاعك ملوش اي علاقة باللي انت هتكتبه هنا انت جاست بتستخدم بتاع ايميلك اللي انت عارفه وبتستخدمه في كل حياتك و في ناس بتفضل ان هي تعمل ايكلاود مش اات جيميل ولا اات هوت ميل ولا الكلام ده فانا في الحالة دي هتخطر الاختيار ان انا ان انا ما عنديش ايميل وعايز استفيد من الموبايل بتاعي ويبقى الايميل بتاعي اات ايكلاود دوت كوم وهنا بكتب اسم الايميل اللي انا عايزه حتى هو هو موضح لي انه اات ايكلاود دوت كوم نقطة مهمة جدا ساعتها تكتب حاجات هو مش يوافق عليها لانه في مليون واحد غيرك عمل بنفس الاسم فانت هتتزود رقم هتزود اسم هتفضل تجرب معاه لغاية لما توصل لي اسم اول مرة حد يستخدمه وبعد كيف نتكلم في الباسورد ركز معاه في الباسورد جدا لانه عايز وعايز وعايز شوية ارقام والباسورد نفسه ما يقلش عن تمن حروف ونفس الكنسيبت بيحصل لو معمول باللغة العربية بتفتح وبتختار ان انت ما عندكش قبل اي دي وبعد كده بتقول له انشاء قبل اي دي وبتكتب اسمك الاول وبتكتب اسمك التاني وبتكتب تاريخ ميلادك وبتقول له ان انا ما عنديش ايميل قادر ادخله فبالتالي بيسمح لك ان انت تعمل اللي هو وبتمشي على نفس الخطوات وبكده يبقى انت عملت سطب لاول ايفون تستخدمه او حتى تاني ايفون لو معك ايفون قديم بكل سهولة وبساطة وبس كده لو مهتم باي حاجة ليه علاقة بالايفون او او اي حاجة ليه علاقة بالتكنولوجي بشكل عام ما تنساش تعمل لايك للفيديو ما تنساش تعمل متنسوش كمان تعمله واسبسcake وذا صراع رؤيتا ما تترل سوما